كغيرات هل تشوف لازم حاجة من نوع هدا في الرياضة تصير ولا لي؟ لا لا أنا لما كنت في الوزارة وقلتها أكثر من مرة أنا لا أريد أن يكون حل أي مكتب جامعي إلا في جلسة عامة انتخابية وكنت وأعتبر أنه من يجب تجنب حل أي مكتب جامعي مهما كانت الأخطاء عليه وأنا نصبر على مكتب جامعي ولو أنت حل ولو أنت حل ولو أن حلت مكتب جامع وقلت هو ليس منتخبا مهما 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 ولذلك أنا أكدت في حديثي وقلت راهو هذه هيئة تأسسية مش مكتب جامعي منتخب ويعرفوا رؤساء الجامعات الموقف هداية متاعي أنا منهم قلت أنا نصبر على مكتب جامعي لأنه كلها العرق معروف ما تعودين به تحل مكتب جامعي تجيب مكتب آخر بحسابات وكل شيء فأنا كنت ضد وقلت يزبنا نوصلوا لمكتب جامعي تحل كم بانتخابات ولذلك ما نشوف شيء خمسة عشر جويلة في الرياضة لا شنو رايك في الصراع اللي صغير بين رئيس الجامعة والوزير الحالي كمال دقيش وحتى حرب تصريحات صغير أنا ما شفت شيء من وديع الجريء أنه هو بادر تصريحات تجاه الوزير سيد الوزير الأستاذ كمال دقيش هو الذي بادر في هذا الاتجاه وكنت سؤلت من أحد زملائك قلت العركة هذية لا علاقة لها بالرياضة ولن تخدم الرياضة سياسة حتى في السياسة لا لا معارك أصغر من السياسة معارك أصغر من السياسة أنا ننصح شخص مشيكل شخصي ننصح صديقي محرز بصيان أنه يمشي يعمل جلسة العامة الانتخابية وما يقعدش يلوج على معارك مع جامعة تونسية لكورت القدر أسألتك عليك أمال دقي جوب أنا محرز بصيان أنا أقصد الإجابة بما رسالة مشافرة لا لا مش مشافرة واسحة شو تحب تقول مثلا معناها أنا رأي العركة هذه حتى الوزير ما عندوش بها علاقة حتى الوزير ما عندوش بها علاقة كلام اختير إذا كان معتها في قيمة وزير يوصل معناها سلاح حرب معناها هو يتحمل مسؤولته هو وزير الآن هو اللي مارس وأنا أنصحه نصيحة صديق العركة هذه مش مش تنفعه هو كوزير يعني مش مش تقدمه مش مش تقدمه في حلين مشاكل الرياضة وما هي شي لما نفترض بيحقق فيها انتصارات ما هيش مش تنفع الرياضة التونسية حقيقة يعني وما هيش مش تنفع كذلك اللجنة الأولى فيها فقط معناها حمل إضافي ولا قدر الله نحن اليوم بلادنا مع المشاكل والمصائب اللي قاعدين يعنيوا بيها نزيدوا عليها تعطيل أو تجميد البطولة التونسية ومعناها فيه ميشين عبث هذا يعني التصريح الأخير كما قد رقيش في إيافين وقتقال انتهت الفصحة وتلميحات برشل على رئيس الجامعة كأنه فما حتى تلميحات الحرب على فساد وحجم النواهير شنو عليك في كلامك من النواهير ما عنده يطبق القانون علش انت ولماذا كانت هناك فصحة كي يتم إنهاءها يعني هذا كلام كلام لا يدار الشأن العام بالكلام تاع البروباجندا انت يزير عندك السلطة انت كانت فما جامعة بالجامعات تطبق القانون الآن انت عندك زوز مرجعيات قانونية قانون الدولة إذا كان ثم فساد تحيلوا على الهياك انت على الرقابة وكل شيء وخليهم يثبتوا وإحالته على الهياك الرقابة لا يعني اللي هو اللي هو مدان يعني اللي هو متهم تحتاج التثبت طيب الحقه هو كوزير ليعمل هذا ولكنه مش مطلوب ان يخرجوا يحكي تطبق القانون والمرجعية الأخرى هي الهياك الدولية اللي تونس جزء منها يجب احترامها ولذلك أنا قطلك ما معناها الدولة يزمها معناها تخلي مساحة الاستقلالية واسعة للهياك الرياضية لأنه عندها علاقة وهذا يخفف عبء على الدولة حتى العبء المالي ويعبء المتابعة والرقابة كل ما تدخل وزير معناها ممثل الدولة في الشأن الرياضي يصبح مطلوب منه ويتلهاب المشاكل يورد في روحه في قضايا معناها الأصل يخفف روحه منها ويعاون عنده مشاكل انتع بنية تحتية عنده مشاكل انتع رياضيين عنده مشاكل انتع جامعات عنده مشاكل أنه نحن اليوم تونس يزمها تستقبل أكثر ما يمكن تظاهرات معناها دولية باش ندخل الفلوس باش رياضة تدخل في موضوع التنمية اليوم إذا كان صور تونس في العالم عركة بين وزير وأكبر وأحد أكبر الهيئة الرياضية معناها شكون باش يجيها شكون باش جيها البلاد هذه شكون باش يقول ش نعمل فيها التظاهرة عندك رائع في اليسار معجز الزامبية تونسو الزامبية حقيقة ما تابعتوش حقيقة يعني نسي ايش تنقل على موضوع عدم حضور حرب بلاغات تقريبا تسار ايه أنا هذا ما شبتوش مشهد باهي أنه رئيس الجامعة التونسية يقعد على القردان هايذي السؤال أنا ايهي أنا لما كنت مستشار لرئيس الحكومة منع الأستاذ محرز بوصيان من دخول الشي اسمي هي القاعة الشرفية تريبيو جيت خصيصا من نسكه في الحمامات جيت خصيصا من الحمامات بيش رفقتو بيش تخلي هم لأنه هو رئيس هيكر رياضي ما تنجمش تتعامل معاه عندك معاركة خليها في الدار هذنك معاركهم الشخصية هيدا رئيس جامعة لأصل أن تتعامل معاه في إطار قنو بيدك قطلي ما فهمتش معناها انتهت الفصحة هاد كان فما فصحة وانتهيت نحب نفسلك التأويل مع تبطاع الوزير يوقان أنه وديع الجري كان محمي من حركة النهضة بواسطة من سيد أحمد قعلول اليوم بعد اليسار في 25 جوليليا هيدا شنو أقصد بنتهات الفصحة ما كان فماش حاجة أنه أحمد قعلول كان يحمي وديع كان يحمي وديع ويحمي غير وديع وأنا أعتز على المستوى الشخصي ذايا بعلاقتي بوديع كما أعتز بعلاقتي بالعديد من رؤساء الجامعات أنا أعلم أنه في لحظة معينة أريد للقضاء مثلا أنه يدخل بشي منع الجلسة العامة بتاع جميع كرة القدم في 2015 وهذه كان عبثل وكان تم كان بشي دخل البلاد في فوضى إذا غير ذلك إذا كان هذه حماية أنا أعتز بهذه الحماية ما يقلقنيش لكن هذا قرار قضائي وقت خرج لا ما تماش قرار قضائي لأنه كان ثم قرار تحكيمي من الكناس ومعروفة العركة بتاع الكناس أريد للقضاء التحكيمي بتاع الكناس أنه يمشي للقضاء العادي وهذا مخالف للقنو بخلاف الخلافات الرياضية كان فما حتى كلام تحكي على قضايا الجارية كان تم عطلة بتدخل من حركة النهضة الوديع الجارية قضايا شنية مثلا نعطيك الدوسي متاع البروموسبول الدوسي متاع شمه الدوسي متاع البروموسبول اللي تحرك اللي تحركوا كيف كيف تجهزات الرياضية والديوانة اللي عايتوا تقريبا أسبوع الماضي الأشرف العاويدي من ربطان يقضيح كيفين أكيد تعرفهم أكلمين يبش نسلك عليهم يقال هذوم اللي كانت حركة النهضة مع عطلتهم يعني كيفاش معنى كيفاش مع عطلتهم معنى واقفين الدوسيات مافهمتني يكيد سيد أحمد دي لا لا بسمعني خل نفهمه طيب حركة النهضة الآن تونس بكلها تحكم بسلطة مركزية واحدة طيب هلقى عندك القضاء تفضل وكان تلقى ملف دخلت فيه حركة النهضة وعطلته طيب فمشي وجه لها تهمة هذا كلام فقط كلام سمحني في الكلمة كلام فارغ بتاع بروباقاندا أنا اللي نعرفه أنه الجامعة التونسية اللي كرت القدم هي محل مراقبة متواصلة منذ 2012 من الهياك الرقبية العليا في الدولة مش متاع الوزارة CFG ايه أنا يراقبه فيه بالملين لكن اللي قاتل ملاحظات وما تصرفه خلاص هو يتصرف يتصرف تصرف مع هالدولة أما هال حبش نقول الكلام يعني مش مناسب الكلام الكلام اللي هو كلام في الهواء ما عندوش قيمة إذا كان الجامعة التونسية عندها أخلال فما القضاء ولكن القضية لما تكون ما تروح عند القضاء زي تخرج تحكي عليها فليذعات يعني هذا مخالف باش تفسر الأسبوع الماضي تم استدعاء وتقريبا نقوله تحركوا أنا رايي أنا رايي هذا كله داخل في عركة بديت عم ناول وما فوجلسنا واللي هي حقيقة ما عنداش حتى علاقة أكان ربما بملف الشابة وبملف الترشح للشي اسمه الاتحاد الأفريقي أو بالعركة أو بالعركة متاع الجلسة العامة القادمة متاع الكوميتي أولمبيك ما تشوفوش أخطأ وديع جري خاصة فلي سميتهم أنت من ملفات حلال الشابة خاصة هذا وإلى طرق بوش عماوي كيف كيف نحنا آآ ادخلنا مع الدكتور وديع في ملف الشابة وندخلنا باش الأمر ما ما يستفعل شي وتقديري أنه هو أنه موصلوا الحل في النهاية آآ بالنسبة ملف وصلوا الحل من برع ما موصلوش الحل الحل اللي وصلوله التونسي لأنه الكناس مش الكناس الجلسة العام التاس التاس معناها ما أخذيت شي قرار يمنع الجامعة من أن تواصل في إجراءاتها ولذلك تم حل إشكال في الجلسة العام ودي مسل المهم هذا اللي حبوا يصوروه من جهة الجامعة على كل حال على كل حال معناها مش نتعاملوا مع الواقع كان يمكن الجامعة تواصل فيما يخص فيما يخص الكاف معناها أنا حاولت مع الدكتور ولكن كذلك في النهاية هذا التنفس من حقه هو ما هو وش تنفس إذا كانت نفس منصب رئيس ومنصب عضو ومكتب تنفيذ يفرق من حقه أنه وترشح يعني تونس هل كان عندها أمل علش لي ما كانش عندها أمل هش نقول لك علش لأنه عمليا الشخص اللي جابوه حطوه على رأس الكاف تم اختياره من الفيفا وجابوه خارج المعادلة جابوه لهم من مصر ولهم المغرب ولهم هذي نجم يتقل في خانة الكلام فقط اللي حكيت عليك بإلك هذا ملف الأخبار اللي وقعوا حقيقة فم موازين قوة فم موازين قوة تتصور تارق بوشاميوي بخبرته وتجربته في الكاف وفي الفيفا ما يعيش لحاجة ما نحبش ندفع الكلام للحضور هذا ملف الآن انتهاء والسيطارق له من كل الاحترام فأنا ما ندخل ما ندخلش في عركة مش عركتي ولذلك ما نشوفش للوزير ما ندوره أن يدخل في عركة مش عركته لنفترض فما خلاف بين ترقب وشماو وديع الجريش ما دخل وزير في الحكاية شو دخل هيدا الشأن الرياضي كوراوي خليهم يدبروا روسما بعضا قبل يك سألتني شنو القضايا وحكيت أيضا عن ترقب المصالح ما تشوفش الحكاية متاع عقد البروموسبور مع الجامعة في ترقب مسالح من وديع الجريش كيفاش ترى مثلا بعتبر أنه موجود في عضو في مجلس إدارة البروموسبور شكون حطه عضو من قرر أنه رئيس الجامعة التنسية لأنه هو وديع الجريش ليس موجودا بصفته وديع الجريش باسمه موجود بصفته رئيس الجامعة شكون اللي حط في القانون متاع البروموسبور أنه رئيس الجامعة التنسية لكرة القدم يكون عضو في المجلس إدارة متاحة من قرر ذلك جوابني مسيح الدولة قررتها الدولة اللي أنشئت المؤسسة هذه عملت وصف للهياكل متاحة وفي الوصف هذك حطت رئيس الجامعة التنسية لأنه اليوم وديع الجريش غدوة واحدة آخر وقبله كان واحد آخر فإذا كان ثم تظهر بمصالح هذا خطأ الدولة وليس خطأ وديع الجريش وابح